ساعات العمل والإنتاجية والموضوع ده لأنه مصار عالمياً ومصار عربياً أكتر لأنه بعد تحرك الإمارات لتقليل ساعات العمل وزيادة الإنتاجية الصعودية بتفكر في ده فإحنا بقى في مصر بتادينا إيه ناخد بالنا كده وننتبه ونقول للدولة إحنا جاهزين ولو إنه طبعاً توجهات الدولة لأ نشتغل أكتر بس إحنا فعلاً عايزين نشتغل أكتر إحنا فارق معنا إنه تبقى ساعات العمل للموظف المصري منتجة أعتقد إن دي الحالة اللي تخلينا كلنا مرتحين لأن كلنا هناخد من بعض خدمات جيدة في وقت معقول وده السؤال أنا وقفت عنده أستاذ أحمد لأني عايز أسألك إحنا ليه نكره الشغل؟ من منظور إدارة الموارد البشرية لأن دول الثروة ليه ثروتنا مش طيقة الشغل أو بالنسبة لشغل في ثقافتنا أنا حتى لما بشوف الكاميكس أو النوكة اللي على الفيسبوك على الشغل أنا بجد بخاف لأنه لو طول الوقت بنهزر إن أنا رايحة تحبس 8 ساعات هدي إيه؟ هقول لحضاريك على حاجة يمكن الشركات بقى في مشكلة إن أنا مش بادير شركة أنا صاحب محفظة أنا آسف في التعبير بس هو ده التعبير الأمثل أنا لو أنا هداي الموظف أكتر والمحفظة هتكبر أكتر فأنا هعمل ده ما عنديش أي مشكلة مع إن المحفظة دي أنا ممكن أشيل منها وأعمل حاجة تانية أغير جو الشركة أن نعمل حاجات الكوميكس زي ما فيها واقش في ناس مثلا كان في إيد الحب كان فيه بوست مشهور جدا على سوشيال ميديا ناس جايبة وجبات للناس حطانها على المكاتب حقيقة ما تتخليش حاجة زي كده ممكن تغير موض الموظف قد إيه؟ أنا مثلا عيد ميلاد الموظف النهاردة أنا مش أجيب له حاجة أنا هبعط له مكاتب ولو على الوقت ساب مش هكلم لا درجات الدنيا ناشفة ما بيعملوش كده حتى لا فيه ناس ما بتعملش كده خالص لا ده كده ناشفة قوي خالص فإحنا بنتكلم هو برضو هنرجع زي ما حقيقة قلت إن ده الدور الـ HR ومش عايزين نظلم الـ HR قوي لأن لو الإدارة العليا زي ما إحنا بنقول مش شايفة نتوجه الـ HR فيه ناس بتقول كده حرفيا دلوقتي HR ده أصلا إيه لازميته في الشركة وفيه شركات لا تؤمن بدوره لأ أنا بيسأل حركة من ناحية تانية وليه الناس أصلا بتكره الشغل بيستمع بالسلوكيات دي مضبوط طبعا